هند رستوم بمحافظة الأسكندرية ولدت هند رستوم لعائلة أرستوكراتية لأب مصري من أصل تركي وأمه مصرية إسكندرانية فكان والدها يعمل زابط شرطة ويشغل منصب حكم دار بوليس السكة الحديد ولأن والدها كان رجل أمن مهم جدا وكان معروف بالسرامة ويقال أنه هو صاحب فكرة الاستعانة بالكلاب البوليسية في قضايا المخدرات ودخلت هند رستوم مدارس الرهيبات الفرنسية وتعلمت فيها لحد المرحلة الإعدادية إن فصل أبوها عن أمها فما قدرتش تكمل دراستها بلك إنها كانت بتتقن اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وتجوز أبوها ستة تانية من المنصورة وأمها كمان تجوزت إلا إن هند رستوم في البداية قعدت مع أمها وكان جزء أمها الأولاني بيعاملها معاملة حلوة وبعد كده أمها تفصلت عنه وتجوزت واحد تاني والزوج التاني ما كانش بيعاملها نفس المعاملة الزوج الأول فاضطرت هند رستوم إنها تروح تعيش مع أبوها لكن زوجة الأب هنا كانت بتعملها معاملة وحشة جدا وفي الفترة دي أمها اتطلقت من زوجها التاني وبالتالي بقت عايشة لوحدها فاضطرت هند رستوم إنها ترجع تعيش تاني مع أمها ولإن هند رستوم كان عندها حلم إنها تكون نجمة سينما فكانت دايما بتتصور وتبعد صورها لشركات الإنتاج وفي يوم من الأيام جات لها صاحبتها وقالت لها أن النهاردة عندي تيست في شركة إنتاج سينما وطالبين بناتكم برس تعالي معايا ولما شفوها أعجبه بشكلها وقوامها وتم اختيارها ومن هنا بدأت الفنانة هند رستوم ولو تفتكروا أغنية اتمختري وتميل يخير للفنانة ليلى مراد اللي كانت ركبة الحصان وراها هي الفنانة هند رستوم ومن هنا بدأت هند رستوم كاكمبرس وفي مرة الفنانة هند رستوم وهي نزلة من أوتوبيسي الفنانين فقابلت المخرج حسن رضا وسألته فين قضتنا فأعجب بها بشخصيتها وبشكلها وقرر بعدها أنه يتجاوزها وتجاوزت الفنانة هند رستوم المخرج حسن رضا ووافقت عليه رغم فارق السن بينهم ولأنها كانت محرومة من حنان القب واشترت عليها أنهم ما يخلفوش وده لأن كان حسن رضا متزوج وعنده أولاد إلا أن الفنانة هند رستوم أنها كان نفسها تبقى أم وقررت أنها تخلف وبالفعل قالت للمخرج ساعدها حسن رضا أنها حامل ولما عرف المخرج حسن رضا أنها حامل اتضايق جدا أنها خلفت الشروط ورفت بعدها أنه يعترف ببنته بسانت واترت الفنانة هند رستوم أنها ترفع دعوة قضائية لإثبات نسب بنتها بسانت وبعد ملفت هند رستوم في المحاكم وفي سنة 1955 نشرت مجلة آخر ساعة بحكم نسب بنتها بسانت للمخرج حسن رضا ورغم أن الزيجة دي سببت لها مشاكل من الناحية الشخصية إلا أنها طبعا فتحت لها أبواب كتيرة جدا في مجال العمل الفني وبدأت الناس تعرفها كممثلة وبعدها قدمها على طول المخرج حسن الإمام في أول بطولة مطلقة لها في فيلم الجسد وتولت معا الأعمال وقدمت معا أحلى سنائي في السينما المصرية وكان من أشهرهم الملاك الظالم ومذكرات زوجة والحب العظيم وغيرها من الأعمال الفنية وتلعت إشاعات وقتها أن حسن الإمام تجاوز هند رستوم بالفعل حتى وصل الخبر إلى مراته نعمة وده طبعا خلت جيرة كبيرة جدا وتحصل مشاكل بينهم وخل هند رستوم أنها تروح لحسن الإمام في بيته وتوصل لمراته طبعا وتحرف لها أنه أنا ما تجاوزش حسن الإمام ودي كلها إشاعات وابتعدت هند رستوم فترة طويلة عن حسن الإمام ثم عادت إليه في بداية الستينات وقدمت معا فيلم شفيقة الإبطية وابتدت نجومية هند رستوم تكبر وتكبر وقدمت مجموعة من الأفلام السينمائية الشهيرة كان من أشهرهم فيلم ابن حميده مع فطين عبد الوهاب وفيلم لأنام مع صلاح أبو سيف وفيلم بين السماء والأرض مع صلاح أبو سيف وفيلم باب الحديد مع يوسف شهين وفيلم رد قلبي مع عز الدينزو الفقار أما عن خلاف الشهير مع فاتن حمامة وده حصل في أحد المشاهد في فيلم لأنام أخرج صلاح أبو سيف وفي أحد المشاهد في الفيلم المفروض الفنانة هند رستوم هيحصل بينها مشاجرة هي وفاتن حمامة وهتقوم هند رستوم برفع الحزاء في وجهها إلا أن فاتن حمامة اعترضت على هذا المشهد وقالت إنه مشهد غير لائق وبعد ما عرفت هند رستوم إنها هيتم حاسف المشهد إلا إن بزكاءها فهمة اللي معترض على المشهد هي فاتن حمامة إلا إن فجئ الجميع أثناء التصوير بإن هند رستوم بدل ما تمسك الحزاء كانت مسكة سجارة وفجئ الجميع بإنها ردت رد زكي جدا وقامت هند رستوم بالرفخ الدخان في وجه فاتن حمامة الأمر اللي استعجب له الجميع وردت هند رستوم على تعجب الجميع وقالت لهم أمامكم مشهدين مشهد الجزمة ومشهد السجارة خدوا منهم اللي يريحكم ليتم بعد ذلك تصوير المشهد في النهاية بالحزاء والسجارة أما عن بقى ليه تحية كاريوكا ما كانش بتحب هند رستوم والسر بيرجع لما كانت تحية كاريوكا متجوزة من الزوج العاشر لها وهو عبد المنعم الخادم وقتلعت إشاعة بأن هند رستوم على علاقة بعبد المنعم الخادم فمن كانت تحية كاريوكا إلا أنها اتصلت بهند رستوم وهزقتها وردت عليها هند رستوم بنفس الأسلوب ورغم أن تدخل بعدها أحد الأصدقاء وأثبتهم أن هند رستوم بريئة من هذه التهمة مش بس كده كان المفروض الفنان فريد الأطرش هيجيب تحية كاريوكا وتعمل درعنان في فيلم الخروج من الجنة إلى أن تحية كاريوكا عرفت أنه كمان في نفس اللحظة كان بيعمل فيلم تاني مع هند رستوم واعترضت ساعتها وعملت تصريح مهم جدا في الصحف وقالت أصل فريد ما بيحبش على الخادمات وزعل منها وقتها فريد الأطرش وطلب منها تجذيب الخبر إلا أنها رفضت فمن كان منه إلا أن أسند درها للفنانة هند رستوم نيجي بقى عن أهم شيء في حياة هند رستوم وهي زواجها من الدكتور والعالم محمد فياد أستاذ النساء والتوليد فإزاي بقى تعرفت على الدكتور محمد فياد لما توفت والدة هند رستوم وتوفت بالقانسر ساعتها جاهل هند رستوم هلاوس كتير جدا وكانت خايفة أن يجي لها نفس مرض والدتها فراحت تكشف عند الدكتور محمد فياد أستاذ النساء والتوليد وساعتها عملت إشاعات وفحصات وطمينها الدكتور فياد بأن الإشاعات والفحصات طلعت سليمة تماما وبعد ما طمينها الدكتور محمد فياد واتورت العلاقة بينهم إلى صداقة وفضلت تتردد على العيادة لمدة سنتين ومن علاقة الصداقة اتحولت لحب ومش أي حب بل إنها رأت فيه الزوج المناسب إلا هتقدر تكمل معاه بقية حياتها ورأت فيه الصديق والحبيب وتجوزيته سنة 1961 وفضلت هند رستوم الزوج محمد فياد عن كل النجوم فكان متقدم لها رجي أبازة وتقدم لها كمان صلاحز الفقار وكان بيحبها جدا وده صرحته بنتها بسنت في أحد البرامج وصرحت كمان بنتها بسنت إنها بتقول إنه كان أب حنون جدا لإنه لما كانت جوز مامتها كانت وقتها عندها عشر سنين فكانت بتشوف منه كل حنية الدنيا فيه ولم يعترض العالم الدكتور محمد فياد على أي دور من أدورها وفضلت الفنانة هند رستوم في نجوميتها ووقتها طبعا قررت إنها تعتزل واعتزلت سنة 1977 وصرحت الفنانة هند رستوم في أكتر من حديث وقالت أنا بحب جدا لقب مدام فياد فهو يشعرني بإن ستة وزوجة حتى لو تعبت هلاقي إنسان يشني ويقف جنبي بحب وصدق وعاشت الفنانة هند رستوم مع الدكتور محمد فياد أجمل سنوات عمرها ولم تنجد منه أطفال وقالت إنه كان له فلسفة في الموضوع ده وبتقول الفنانة هند رستوم رغم إن الدكتور فياد كان دكتور نسا وتوليد وعالم كبير إلا إنه كان دايما بيقول أنا ما بحترمش أي زوج أو زوجة إنه ينهي أي علاقة بسبب إنجاب الأطفال لإن علاقة الزواج أسمى من ذلك وعاشت معاه أكتر من خمسين سنة وتوفى الدكتور محمد فياد سنة 2009 وبعدها دخلت الفنانة هند رستوم في حالة من الاكتئاب إلا أن إنها توفت في سنة 2011 ورحلت عن علامنا الفنانة الكبيرة هند رستوم ترك لنا رسيد فن هائل وأطلقوا عليها النقاط نجمة الإغراء أو مارلين من روح الشرق إلا إنها كانت تحب لقب ريتا هوارس الشرق ادعوا لها بالرحمة جبنا لكم الحكاية كلها بالتفصيل ادعمنا باللايك والاشتراك وانتظرونا في المزيد ترجمة نانسي قنقر